المنشآت الحكومية مصدرا لنهب ميليشيا الحوثي القطوط الجوية اليمنية واحدة من المنشآت الحكومية الحيوية التي أصبحت مصدرا لنهب الميليشيا وتعدها غنيمة التقوم بنهب أموال وأرصدة الشركة في صنعاء وعلى الرغم من أن الشركة سيادية وحيادية بعد نقل إدارتها إلى عدن إلا أن الميليشيا تعمل على فصل فرع صنعاء عن الشركة والاستفراد بالقرار والأرصدة ومصادرتها فيما أوضح مصدر مسؤول بوزارة النقل اليمنية أن هذه الإجراءات التي قامت بها الميليشيا قد تضر بالخدمات التي تقدمها اليمنية للمواطنين في صنعاء والمناطق الغير محررة هذا النهب الحوثيج على موظفي اليمنية في صنعاء ينفذون وقفة احتجاجية رفضا لهذه الإجراءات الخاطئة والتي ستؤدي أيضا إلى توقيف رواتبهم من إدارة الشركة في عدن وليست اليمنية المؤسسة الوحيدة التي تنهبها الميليشيا فثمت مؤسسات حكومية أخرى تنهبها في صنعاء منها البنك المركزي اليمني وقطاع الاتصالات وغيرها فرع الخطوط اليمنية في تعز أيضا لم يسلم من الميليشيا الحوثية حيث أصبح اليوم مدمرا بفعل نيران الميليشيات قبل أن تنهب ميليشيا الحوثي الإنقلابية أموال الخطوط الجوية اليمنية في صنعاء قصفت فرعها في تعز في استهداف واضح للمنشآت الحكومية بلاب الصبر الإخبارية تعز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر